ناقش الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التخطيط وتعاون الدولي وزير الاتصال وتقنية المعلومات المكلف الدكتور واعد باذيل سبل النهوض بأوضاع الشركة وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء الجمعية والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل طرموم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريدي والتوفير البريدي السامي البراطي إلى التقرير العام للشركة والتحديات التي تواجه الشركة في ظل التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب الأعمال الإرهابية التي تمارسها عناصر الميليشيات الحثية على خطوط الملاحة البحرية خلال الاجتماع أكد الوزير واعد باذيب على ضرورة العمل لتحسين وتطوير جودة خدمات الشركة لافتا إلى الدور الكبير للقيادة والعاملين فيها بتحديث ألية الأداء ومواجهة الصعوبات التي تواجه سير العمل للنهوض بواقعها وتمكينها من دعم الاقتصاد الوطني وأشار وزير الاتصال وتقنية المعلومات المكلف إلى أهمية استمرار متابعة تمفيذ إجراءة نقل البوابة الألكترونية ورفعي بالصعوبات ليتسنى اتخاذ المعالجات اللازمة لافتا إلى أن أولويات الحكومة الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات والأنترنت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة